منذ أربعين سنة وأنا في هذا الطريق هذه الآية منذ أربعين سنة وأنا أعود إليها وأقف عندها وإلى هذه اللحظة وكلما رجعت إليها وجدتها جديدة وكأنني ما قرأتها من قبل إنها الآية العاشرة بعد البسملة من سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا هذا الحديث ما هو عني ولا عنكم حديث عن الرسل وقطعا الرسل مراتب والآية هنا تتحدث عن الرسل الذين هم أشياع محمد وآل محمد فالرسل والأنبياء من شيعتهم من شيعة محمد وآل محمد حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا هذه قد جاءت قبل الفعل الماضي قد حين تأتي قبل الفعل المضارع تفيد التخليل قد يذهب فلان قد يأتي قد يأكل هناك احتمال أنه أنه يأكل أنه يأتي قد يذهب قد يأكل قد يقرأ ولكن إذا جاءت قبل الفعل الماضي فإنها تؤكد تحقق وقوع الفعل قد سافر قطعا هو في حال سفر الآن قد سافر قد جاء قد أقبل قد نام إنه يغط في نومه الآن قد نام قد أكل إنه تناول طعامه وانتهى من ذلك قد أكل إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا هنا ظنهم لا يرتبط بأصل رسالتهم فهذا الأمر لا يتصور في الرسل وإنما ظنهم يرتبط بما أخبر به من الأحداث وهذا الإخبار من قبل الملائكة الملائكة في تصور هؤلاء الرسل أنهم يكذبون قطعا الرسل لا يعتقدون أن الملائكة يكذبون وإنما المراد من ذلك أن ما جاءهم من المعلومات ومن التفاصيل ومن التفاصيل جاءهم في مستوى من مستويات الإخبار فيما هو يقع في لوح المحو لا في لوح الإثبات ما يجري عليه البداء مع الظروف المحيطة بهم لاحظوا العجب هنا حتى إذا استيأس الرسل استيأس الرسل معناها يختلف عن يأس الرسل يأس الرسل أصابهم اليأس حتى إذا استيأس الرسل إنهم هم بأنفسهم يبحثون في تفاصيل الأمور التي يريدون منها أن تكون سببا لتأكيد حالة اليأس عندهم بسبب صعوبة الظروف فأي معاناة عاشها هؤلاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ لا أجد وقتا للتوغل في هذه الآية لكنني أعدكم إذا وجدت وقتا مناسبا سأفتح الحديث بشكل مفصل بخصوص هذه الآية الشريفة التي رافقتني في طريق طويل ورافقتها في طريق طويل منذ أربعين سنة وأنا أغدو وأروح على هذه الآية إنها تتحدث عن أعجب أحوال الرسل وعن أدهى الحالات التي يواجهها أصحاب العقيدة الذين يحملون رسالة خصوصا ونحن نتحدث في أجواء إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في كل ذلك نحن نحتاج إلى المنطق العلوي مشكلتنا في المنطق الترابي نحن نحتاج إلى المنطق العلوي وعدتكم في الحلقة الماضية أن أتناول شيئا من قواعدي من مفاهيمي المنطق العلوي وقد جئت بنهج البلاغة بنهج الحق الأولى أن يسمى بنهج الحق هذا هو أعظم كتاب تحدث بشكل واسع ودقيق عن الحق عن منطق الحق أفليس الحق مع علي هو علي مع الحق والحق يدور مع علي حيث ما دار إذا أردتم أن تعرف منطق الحق هنا هنا عند علي فنهج البلاغة هو هذا نهج الحق لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أتناول ما أردت أن أتناوله مما جاء في نهج البلاغة الشريف في هذه الحلقة سأتركه إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كان في نية أن أتناوله في هذه الحلقة لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي بقية من الحديث لا بد أن أشير إليها أتمنى عليكم أن تعود إلى هذه الآية إنها الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة يوسف آية تتحدث عن وضع عجيب تواجهه الرسالات وأهل الرسالات تواجهه العقائد وأهل العقائد حتى إذا استيئس الرسل مرة ييأس الرجل يصيبه اليأس ومرة يستيئس الرجل يستيئس الرجل يذهب يبحث بنفسه استيئس استنتج استخرج استحلب يبحث في الأوضاع التي تحيط به يبحث عن أمور هو يطلب منها أن يتحقق اليأس في نفسه لماذا لأن الأمور المحيطة به من كل جانب توصله إلى هذه النتيجة أنا لا أقول من أن المنطق هنا منطق ترابي أقول من أن الواقع كان مستحكما ومستحكما عليهم على الرسل على أصحاب الرسل على أصحاب الرسالات على أولياء أهل البيت هذا الظرف مر في حياة أولياء أهل البيت والرسل من أولياء أهل البيت هذه الظروف مرت على أولياء أهل البيت ولا زالت تمر وستبقى إلى عصر ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لذلك يسمى في ثقافة الكتاب والعترة يسمى اليوم الذي يظهر فيه إمام زماننا يسمى بيوم الخلاص حتى يحين موعد الخلاص فإن هذه الأوضاع ستبقى إذا تعاملنا معها بالمنطق الترابي فإننا سنذهب مسرعين إلى الإحباط وإذا تعاملنا معها بالمنطق العلوي فإننا سنتجاوز تلك الصعاب كما يعبر عنها أمير المؤمنين إنها الغمرات أمير المؤمنين يوصينا أن نخوض الغمرات في الحق سأقرأ عليكم هذا المضمون في حلقة يوم غد إنها الغمرات يوصينا أن نخوض الغمرات في الحق لن أطيل عليكم كثيرا أذهب بكم إلى النقطة الخامسة ذكرت ذكرت لكم من أننا قد نواجه أن لا نتائج ملموسة ولا محسوسة ونرى غلبة الباطل في الواقع الذي يحيط بنا ونرى ونرى صعوبة إثبات الحق بل قد يكون ذلك مستحيلا بسبب الظروف الموضوعية أو بسبب خذلان الجمهور وقد نرى ونعايش إعراض القريبين منا عن رسالتنا عن عقيدتنا من أسرنا الصغيرة من أسرنا الكبيرة من أرحامنا من عشائرنا من أصدقائنا من أبناء جلدتنا بل حتى من الذين رافقونا في هذا الطريق وصلوا إلى مكان وتعب نظروا إلى الأمور وفقا لقواعد المنطق التراب في هذا الطريق لقد رأيت الكثير لا أريد أن أحدثكم عن تجاربي ومعاناتي يمكنكم أن تتخيلوا أربعين سنة من صراع متواصل ما هدأ ثانية واحدة لقد رأيت الكثير الكثير في هذا الطريق كثيرون جاءوا كثيرون غادروا صدقوني وأقولها لأبنائي وبناتي كثيرا ما أسافر عبر المطارات فحينما أذهب إلى المطار وأجلس في صالات الانتظار في صالات الكبيرة التي يتحرك فيها الناس قبل أن يعلن موعد الطيران كي أذهب إلى البوابة الخاصة بطائرة التي سأستقلها فحينما أجلس في الصالات الكبيرة خصوصا مثلا في مطار هثرو هنا في لندن وأرى هذه الحركة الدائبة إنني أرى الدنيا أرى الناس هذا الذي يصعد إلى الأعلى وهذا الذي ينزل إلى الأسفل وهذا الذي يذهب يمينا وهذا الذي يذهب شمالا وهذا الذي يحمل حقيبة كبيرة وهذا الذي يحمل حقيبة صغيرة وهذا الذي لا يحمل شيئا وهذا يصطحب امرأة وذاك يصطحب عائلة وهذا يصطحب صديقا الملابس مختلفة ألوان الناس مختلفة ولكن الجميع سيذهبون هذه هي الدنيا في هذه المسيرة الطويلة هكذا كان الطريق كثيرون يأتون كثيرون يغادرون كثيرون يصيبهم التعب والملل كثيرون يشككون كثيرون 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 هذا هو الطريق إعراض القريبين أو ارتداده بعد أن كانوا معك يعطونك ظهوره خامسا غلبة شعور الوحدة والغربة والوحشة وطوبة للغرباء إنهم غرباء العقيدة غرباء المعرفة طريق الحق هو طريق الوحشة كما يقول سيد الأوصياء ما ترك لي الحق من صديق غلبة الشعور بالوحدة والغربة والوحشة إذا ما فتح الإنسان أبواب قلبه للوحدة والغربة والوحشة وتعامل مع الموضوع بالمنطق الترابي إنه يذهب مستقيما مسرعا باتجاه الأحباط والإحباط الناشئ من الشعور بالوحدة والغربة والوحشة إحباط خطير جدا هو أخطر أنواع الإحباط قد يقود الإنسان إلى الانتحار من أخطر أنواع الإحباط قطعا ونحن نتحدث في الأجواء العقيدية إنه يقوده إلى الانقلاب الكامل على العقيدة حتى يعود مستهزئا بالعقيدة التي كان يؤمن بها من أخطر أنواع الإحباط إنه أخطر من أخطر أنواع الإحباط إنه أخطر من الأنواع التي حدثتكم عنها حينما يتساوى الحق والباطل عند ذلك المحبط بسبب الأمور التي تقدم ذكرها أما حينما يكون الإحباط بسبب غلبة شعور الوحدة والوحشة والغربة على قلب الإنسان وعلى باطن مضمونه وعلى كيانه إنه سيعود منقلبا انقلابا خطيرا على عقيدته بكل تفاصيلها وبشكل سيء إلى أبعد الحدود وبعدائية منقطعة النظير هذا هو الذي سيكون وأنا لا أحدثكم عن خيالات وحق الزهراء هذه المعاني عايشتها عايشتها على المستوى الشخصي وعايشتها على الذين من حولي في الدوائر القريبة مني أو في الدوائر البعيدة عني لقد تخلبت في هذه الأجواء كثيرا وأعتقد أنكم تستشعرون ذلك من حديثي وأنا أحدثكم فما أنا بالذي أسطر الكلام هنا تسطيرا لفظيا إنها نفثة يسيرة من معاناة عايشتها طويلا لكنني أردت أن أوضح لكم شيئا قد تستفيدون من أردت أن أنقل لكم تجربة ولو بحدود مقتضبة لعل في ذلك خيرا ولعل في ذلك علما نافعا تنتفعون من نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر